يا مساء الخير واستعادة على حضراتكم وكل مشاهدي قناة نيسات في كل مكان وحلقة جديدة من برنامجكم هيومي بنكون معاكم كل يوم اتنين وخميس من الساعة واحدة لساعة اتنين ونص زهرا بساعدنا دايما متابعتكم لي قبل ما اقول لحضراتكم فكراتنا في الحقيقة خلينا نوح عن موضوع مهم جدا الحقيقة ان وزارة الصحة يعني من وقت للتاني بتعلن دايما عن حملات وقائية وعلاجية طبعا لأطفالنا زي حملة شلال الأطفال الموجودة دلوقتي هي ابتدت من يوم 9 أكتوبر والنهاردة 13 أكتوبر آخر يوم في التطعيم الحملة مواجهة ليه محافظة القاهرة والجيزة ياريت كل أم مخدتش ابنها وبنتها أو بنتها وطعامتهم في الفترة اللي فاتت انزلي دلوقتي وما تهمليش وما تقوليش أنا ملحقتش لا لسه فيه وقت احنا لحد الساعة خمسة تقريبا منكون لسه موجودين الحملة يعني موجودة من الساعة تمانية تقريبا لساعة خمسة فاحنا لسه فيه وقت عندنا كمان الحملة بتكون من سن للأطفال من يوم من عمر يوم لحد خمس سنوات ياريت ننزل وانطعام ولادنا ويرب دايما نشوف ولادنا بأحسن صحة وأفضل حالة خليني بقى أبدأ مع حضراتكم وقولكم النهاردة فقرتنا هنبدأ مع فكرة مهمة جدا على طول هنتكلم فيها عن موضوع مهم جدا فكرة التاريقة أو ما يعرف بالتنمر هنتكلم عن التنمر بكل أسبابه إزاي أنا كأم وكأب أحمي ابني من إن هو يتأثر بالتنمر موضوع مهم جدا لإن احنا بنعاني منه في الفترة الأخيرة بشكل كبير جدا في المدارس وفي كل حتة إزاي نخلي بنا من ولادنا على قد ما نقدر إن هما ما يتأثروش نفتيا هنتكلم النهاردة بشكل كبير عن موضوع التنمر مع دفتنا اللي منورونا في الستوديو أستاذة ميري رمسيس الكاتبة والباحثة التربوية مسائل خير يا أستاذ ميري مسائل جمالي ريني منورونا بنورك يا هات أنا هبدأ معيك على طول ونتكلم عن التنمر كنا نعرف قبل كده المصطلح إنه بنتريع أو تريع أو بشكل تاني بنقول بنهزر لكن انتشر في الفترة الأخيرة مصطلح التنمر أنا عادي أعرف طبعا من حضرتك بشكل تفصيلي يعني إيه التنمر بوسي هي كلمة التنمر كتير ما يعرفهاش من الأجيال القديمة شوي هي جديدة عليهم بس هما الأجيال الصغيرة عارفينها لأنها متخدة عن كلمة بولينج بيتبول علي أو بيتنمر علي الكلمة لو أخدناها في اللغة العربية هي يعني فكرة إنه زي ما قلتي سخرية أو إلقاء ألفاظ سلبية أو إنه فكرة إنه إن أنا بوصف حد بطريقة ما فيهاش قبول لي فده الفكرة العامة لكلمة التنمر لكن أغلب الناس فاكرينها إنه دهزور ده سخرية عادي أصلا أنا مش شايف إنه أنا بنبهه أو بنتقده عادي عشان النقد اللي إنه ياخد باله من نفسه فأغلب الأحوال ما بياخدوش بالهم أبدا إنه أنا ممكن أتحك وإنتي بتقول لي الكلمة دي عشان ما تكسفش قدام الناس إنتي جيتي قلتلي قدام صحابي مثلا إنتي تخنتي قوي أنا هقولك آه صراح مش عارفة إيه بس أنا من جوايا لما هروح وطبيعة الشخص الحساس وخصوصا نحط ميت خط الشخصية الحساسة الكلمة ما بتعديش عليه كده هفوة لا ده أوفرتينكينج جدا تفكير تفكير وتقلي كده ليه طب أنا ما كنتش ردت عليه ليه طب أنا ما قلتش كذا ليه ياريتني كنت تقول ويفضل يقنب ويجلد في ذاته لدرجة مميتة بجد حاجة صعبة جدا فعشان كده أنا اتبسطت قوي لما عرفت إن الموضوع عن التنمر وخصوصا هو اليومين دون السيزن بتاعه دخلت المدارس فرافو عليك يا ريني وفكرة بقى إن الولاد وخصوصا الصغيرين قوي إنه مش بيبقوا شايفين أشكال مختلفة وأنماط مختلفة من الناس ومن أطفال فييجوا بقى يتفاجؤوا وخصوصا الكيجيهات أنا معايا بنت شكلها مش عارفة عامل إزاي بنوتا كلبوزة بنوتا عارفة الفكرة إنه أفضل أوصف الناس من غير مراعاة إنه على فكرة هي ليها احترامها فكويس قوي أنتوا فتحتوه في التوقيت ده بشكركم علي إحنا خلينا نتكلم مع حضرتك يا سوزة ميري عن أنواع التنمر وهل في علامات بتظهر على الطفل إنه هو تعرض للتنمر يعني الأم في البيت إزاي تعرف أو تحسن ابنها اتعرض لتنمر ما أو حد التريق عليه أو حد قاله كلمة طبعا بيفضل يفكر فيها طول الوقت هل في علامات بتظهر عليه؟ أشجعك على السؤال ده حلو قوي فعلا خلينا نقول أنواع التنمر التنمر ممكن يكون لفظي أنا بقول كلام بالألفاظ مش كويسة ممكن كمان يكون تنمر جسدي بتنمر عليكي بضرب بسليب مش لطيفة بأزي جسمك التنمر الرمزي وده ممكن ما يكونش معروف قوي اللي هو ممكن لا بضرب ولا بقول أي كلام سلبي لكن أروح أعمل مثلا عصابة واروح أقول لهم محدش يكلم الولد ده عشان كذا نحمل محدش يقول اللي هي حاجات حاجات ممكن تأذي الشخصية ولكن للأسف ممكن ما يبنش إنه ده تنمر فيه نوع رابع التنمر الكتابي أنا ممكن أبعد جواب وده بيحصل كتير قوي في الداسك بتاع الطالب وأقول إنه إنتي بنت وحشة محدش بيحبك الأطفال كلهم بيكرهوكي عشان إنتي كذا وكذا إنتي بنت بليدة الفكرة في إنه الفكرة إنه إحنا طول الوقت طول الوقت بنبقى مش بنبقى أوير قوي بفكرة إنه الانواع دي ممكن تأذينا فعلا طيب هروح مع حضرتك ليه الأسباب يعني تكلمنا عن الأنواع أسباب التنمر إيه الأسباب اللي ممكن تخلي طفل يتنمر على طفل أو يتريق عليه أو لو حتى مش طفلي يعني كمان فيه كبار بيتنمروا بيتكلموا على الأطفال بشكل يأذي نفسيا إيه الأسباب اللي تخلي الشخص يوصل لكي؟ خلينا نقول في الأول ما فيش حد شخصي اتولد بالتنمر بطبعه يعني الطبيعة الأصلي للإنسان شخص لطيف ويحترم الآخر تمام؟ لكن للأسف التنمر ده موروس من الأسرة بمعنى إيه؟ الولد بيتربى في بيت مفوش قبول للآخر بيتعامل بألفاز سلبية أو البنت طبعا أنا بتكلم في العموم فيبقى الموضوع جاي من البداية في فكرة أنه أنا سمعت بابا بيقول لي أنت غبي أنت مش بالألفاز السلبية أنا ما حبش أقول ألفاز سلبية بس الوصف اللي إحنا كلنا عارفين أنت ما بتفهمش أنت تخين قوي أنت شعرك ما عرفش أكرت ليه أنت بربع عيون الحاجات الجارية دي يعني اللي بتتقال وهي دي بتبقى البزرة اللي بنزرعها يلتقطها كده الطفل فيروح يعمل العنف اللي بيتم توجيهه للطفل يروح على طول بينفزه بيقلده دي أول سبب السبب أساسي من أن الطفل يكون عنده شخصية التنمر أو أن هو بيتنمر على حد هي البيت آه طبعا التقليد والعدوان والعنف عليه والوصف بالألفاز السلبية عارفة يا ريني أنا بيصعب علي شخص المتنمر 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 عليه طبعا ده ضحية بس المتنمر ده لأنه شبع عنف وشبع على الفصل بيه وش معنى أنا بيتقلي كده فأنا روح أزيح وأخد بطوري فأقول بيقولوني وحشة طيب هكل الناس هتبقى وحشة في نظري أنت وحشة أنت رخمة أنت كلبوزة أنت مش عارفة إيه فيبقى البيت هو عشان أعالج المشكلة صح أنا لازم أبقى بفاهم البيت إنه ماينفعش أبدا أقول كلام سلبي على ولادي أو لبابا بابا مايقولش الماما أخوات ما بيقولوش لبعض فأربي فكرة قبول الآخر وخصوصا المختلف معي أنت عارفة كتير مرات بنروح نشوف أطفال احتياجات خاصة مرات بنشوف أطفال عندهم مشاكل في شكل جسمهم مرضى صحيح ما عندهمش نعمة النظر فكل ما كانت النماذج دي غريبة عن البيت ومش الطفل مش شايفها هتلاقيه دايما بيقول إيه دا دا كذا كذا دا دا عندي فبيقول ألفاظ تقومت أزيا نفسية الشخص اللي هو مختلف فبالتالي تلاقيه بقى إيه بقت رايحة جاية على الفكرة إنه انت كذا لا بقت عندي مشكلة كبيرة إنه دا دي حاجة عادية دا أنا بقى مش قابلها أخدها من نقطة تانية يعني فكرة إنه طفل ما شافش حاجة زي كده قبل كده أو ما عندهوش قبول آخر هو شايف تول وقت الناس عادية ما فيش مشكلة لو شاف حد في الشارع بالصدفة فقد البصر يعني عنده مشكلة ما من دي والاحتياجات الخاصة طبعا ما شافش حاجة زي كده قبل كده تلقائي رد فعله بيكون بيأذي اللي قدامه لكن هو مش بيتنمر هو ما شافش حاجة قبل كده زي كده أنا لو بعرف ما هو البداية إنه ممكن ما يكونش طال أنا عارف فأنا لو ببقى ماشي في الشارع بقول لو هو سألني إيه دا يا ماما دا ما عندوش عنين دا تخلق كده علشان خاطر كذا كذا إيه دا يا ماما دا مش شبهي آه دا فعلا أصلاحنا عندنا أنواع كتيرة قوي ممكن نختلف في اللون ممكن نختلف في طريقة الكلام في الأصل في الدين في الملامح في الجسم ونبدل نسرد كمية الاختلافات اللي ممكن تقابلنا علشان خاطر نحترمها ولازم نأكد على كلمة القبول والاحترام أنا ما يهمنيش إن أنا أحب كل الناس لكن يهمني أبدا ودايما إنه أحترم كل الناس الراسبكت إنه أكون بتعامل بمحبة وبحترام ويهمني كمان إن أنا أحترم نفسي في الأول أعلم الطفل إنه يحب ويحترم نفسه لإنه دا في الآخر هيخليه يحترم اللي قدامه مهما كان حتى لو بيأذيه هيحترمه مش هيروح يأذيه عشان هو شكله مختلف عنه فاهماني؟ صحيح طيب هروح مع حضراتك يا أستاذ أميري لنقطة أعتقد مهمة جدا من سن كم؟ يعني هل في سن محدد الأم تعرف إنه ابنها يتعرض للتنمر وتأذى نفسيا أو تأثير نفسي للتنمر بيبدأ من سن كم؟ حلو سؤال هل مثلا من عمر يعني من بداية ما يتعرض لي يعني أول ما ينزل المدرسة وابتدينا بقى مرحلة إنه خلاص داخلين مدرسة والأطفال بيتريقوا على بعض فهو ابتدى إنه هو يتأثر نفسيا ولا الأم هتأخدها من نقطة تانية لا دا لسه صغير أكيد ما فيش الكلام دا دا بيهزر معاك يعني فهمها قصدي؟ حلو سؤال قوي بصي مبدئيا عايز أقولك مفاجأة إنه أنا لو أنا كنت بقول كلام سلبي ورفض البيبي اللي ببطني دا شخصي بيتنمر عليه منو هو جوه ببطن الأم فده بيأثر نفسيا جامد جدا إنتي لو شخصية رفضاها ومش عايزة تجيبيها للدنيا وطول الوقت أعدمت دايقة أنا إيه اللي خليني أحمل أنا كنت مش عايزة دا غلطة بيطلع نفسيته كده هحكي لك موقف يمكن ذكرته قبل كده بس مش هنا إنه في بنت كانت بتجي لنا تتعالج والبنوتة دي كانت أول ما هي كبرت طبعا وأول ما جاء فرصة الجواز كان بيجي لها كده حاجة شبه ديئة نفسية ومش عايزة تتجوز خالص ورفضة فكرة الجواز ماما مش عارفة طب يا بنت انت مرتبطة طب قولنا طب إيه أسباب كل اللي بتقدملك حلوين قوي لدرجة أن جاء لها دكتور وفي كل حاجة يعني بلا ومش فول اوبشن يعني مش عارفة يا ماما مش قادرة قبله فالماما وديتها لدكتور نفسي وقعدنا مع البنوتة والأم وقعدنا بقى نتكلم في فكرة إنه هل حبت قبل كده وثابت علامة نفسية ولا أي حاجة المهم إنه اكتشفنا إنه بعد مداولة كتيرة مع الأم إنه الأمة قالت لأن البنت وصفت أنا أول ما بيجي لي عريس بحيث إن في خبطة فوق دماغي كبيرة ويوجع في بطني ده اللي بيحصلني وأنا قاعدة مع العريس الأم افتكرت إنه هي حامل لأنها ما كانتش حامل ده كان الرابع وبنته برضو الأب فضل يضرب الأم على بطنها جامد عشان يسقطها وسوري مد إيده وضربها بقالة يعني على رأسها هي الحمد لله يعني كملت في الحمد بس البنت فعلا فاكرة وحاسة أنها مرفوضة ومش مقبولة ومش محبوبة وتولي الوقت عايشة بالأداء ده بس التجربة اللي خلتها تكتشف ده هيكون إنها تبقى أم أو تبقى تدخل في تجربة أخلى على المرحلة دي أو بالزبط فعايز أقولك إحنا ممكن ما تقوليش يا ماما إنه ده طفل وبيتقال عليه اوعي تكوني أنت من الأسباب اللي بتقول لا لا ده بيهزر معاك ده عادي خدي حقه ما تخليش حد يهين كرمته لو حتى من العيلة نفس الكلام الأطفال في سن إيه يبدأوا يوعوا زي ما قلت لحضرتك وخصوصا أكتر بقى فئتين بيبقوا حساسين قوي للتنمر الأطفال في مرحلة المدرسة السؤالية الجريد اللي هو الفصل الأول والتاني يبتدائي والمراحقة دول أكتر مرحلة عنيفة وخطرة جدا أنا عايز أقولك التنمر من أخطر المشاكل اللي بتقابلنا في المدارس أكبر مشكلة وخطر أنا عايز أقول كلمة خطر دي مش كلمة كده وخلاص يا جماعة أنا عايز أقول إن الولد لو كانش عنده متانة نفسية أو الطفل وثقة في نفسه أنا بعد الشر بشوف ناس ممكن تأذي نفسها وتدخل في مراحل اكتئاب شديد وبعد الشر ممكن تنتحر بسبب إيه بقى عدم قبلهم إحساسهم بأنهم مرفوضين إحساسهم بأنهم مش مميزين فكرة إنه الصداقة في الوقت ده بتبقى عارفة حسن أمان أنا لو ما عنديش أصحاب كلهم بيتنمروا علي أنا هكره المدرسة وهكره نفسي وهبقى طول الوقت حتى تأثير الأكاديمي علي أنا مش بحصل أنا رايح مكان مخنوق فيه ومش مرتاح فيه ومتوتر وطول الوقت بحس بمشكلتي وبإهانتي وأنا تفتكري أنا دلوقتي لو قالوا لي دلوقتي إن فيه تورتة قدامي جميلة جداً وأنا نفس فيها وفيه حرامي ورا مستنيني ولا بتاع هعرف أستمتع؟ صحي طول الوقت هفكر بالحرامي هو كده يعني الطفل اللي بيقى داخل مثلا مرحلة ابتدائي في أولى ابتدائي وطول الوقت رافض المدرسة يعني أنا خايف أروح المدرسة أشكري كاريني بروح عليك الأم إزاي تكتشف المتنمر عليه اللي قلتي إنه أنا مش حابب إنه أروح المدرسة أنا طول الوقت بعيد أحلامه كوابيس رغم إنه ممكن أول أسبوع أو أسبوعين كان مبسوط جدا ورايح فرحان لو هو لسه وكيجي ممكن آه أعايت وببقى خايف إنه أسيب ماما دي حاجات عادية لكن لما أبقى أكون دخلت خلاص المدرسة وتعودت وبعدين بقى الأدائي اختلف مش عايز أروح كل شوية بطني بتوجعني مش عايز أنزل المدرسة أتحجج بكسا حجة مفيش نوم كويس منعزل قاعد وحيد متضايق أحلام وكوابيس كل شوية بيقوم منهم موعيات ده لو هو سنة صغير آخر حاجة ممكن تجيلي تباول لا إرادي بتبقى جديدة أنا أعرف ناس زي الفل ومعندهمش أي مشاكل عضوية وجلست أنه فعلا اتدايق نفسيا واتنمر عليه واتضغط عليه من أصحابه لأنهم بيبقوا عاملين زي العصابة مش بيصبوه في حاله مرة بيبعثوله رسالة مرة هانة مرة ضرب مرة فاهميني أنت متخيلة الشخص في كمية الضغط دي هيبقى صحة نفسية شكلها إيه زيرو يبقى نقطة انذار بقى الماما في البيت ابني وهو رايح المدرسة عينها رحنا أول إسبوعين أول شهر كان خلاص في تعود وأنا خلاص أنا مبسوط وفرحان وفجأة حصلت راجع لا أنا مش عايزة روح لا أنا خايف بس مش قادر يحدد وهو في السن الصغير مش هيعرفي حكي أصلا هيقول إيه ماما بتقوله ده ممكن لو هو حكي لا ده عادي ده هزور بس مش هيعرفي يعمل أكتر من كده لكن العلامات اللي هتبين اللي احنا ذكرناها هي دي اللي هتخالي الأم بقى لا واخد بلع لو خصوصا بقى اللي كان فيه إزائيات جسدية صحيح بيتعضب بيتدرب بيتخربش طيب أنا عايزة أتكلم كمان من المشاكل النفسية اللي بتؤثر على الأطفال الانطوائية كمان يعني ممكن يبقى شخصا طوائي لتجنب أنه هو يخش محد في احتكاك أنه هو خايف منهم أو خايف في أزوب أي كلمة إزاي نعرف إن ابننا انطوائي ممكن نفكره أنه هادي يعني إيه ناس بتقول لا ده كده هادي مش انطوائي صحيح إزاي نعرف نميز ما بين ده وده حلو السؤال يا ريني يعني جاية بسي الشخصيات الأم تقدر تميزها منهما صغيرين من أطفالهما صغيرين فكرة أنه ده شخص حساس قوي ده شخص مش اجتماعي اللي هو ما بيحبش إنه بيبقى في الخروجات والأماكن العامة مش بيبقى مرتاح قوي لأ ده شخص قيادي لأ ده شخص بيسعى للأضواء يعني أنا ببقى فهمة من كتر ما اتعاملت مع ابني وشفت الأماكن المريحة والمزعجة بالنسبيله لكن كلمة انطواء ده معناها إنه كان كويس وبدأ ينزوي ويحس بالعزلة ويقفل على نفسه حتى مع أهله بقى رافض نفسه بقى مش حاسس إنه هو كويس مفيش أمان فكون إن أنا انطويت حتى جوه بيتي ده علامة يعني مدمرة إنه أنا بدأت أنعازل وقداري نفسي وش هايزة تواصل مع أي حد وكبر دماغي وكنت بتعامل وعندي أصحاب بس خلاص بقيت أتراجع اخترت الحل الأسهل إنه لأ خليني بقى في حالي خليني في آخر حتة في الفصل مش عايزة تشاف مش عايز حد يكلمني مش عايز حد يسألني مش عايز حد يحتكبي لإني أنا تجربت وتلسعت واتدمرت لما لقيت نفسي بتعامل بطريقة وخصوصا لو كانت شخصية حسسة والكلمة فعلا بتأثر فيه هتلاقيه عمال يتجرح 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 ويتقطع فيه وخلاص يعني بقى وصل لمرحلة إنه أنا مش قادر مش قادر أقوم فياخد وسيلة الدفاع إنه ينطوي على نفسه طيب إمت بقى أحس إن ابني محتاج دكتور نفسي يعني إمت بقى أحس إن فيه مشكلة أنا خلاص كأم أدركت إن فيه مشكلة ما في المدرسة في مكان هو تعرض لي للتنمر إمت أحس إن لا لازم أخده الدكتور نفسي لازم يكون فيه علاج ريني أنت عارفة كلمة مصطلح الطبيب النفس دي قد إيه مزعجة للأسر كتير وخصوصا لما بقى عندك طفل صغير إيه ده أنا هاودي إيه مني الدكتور نفسي وفيه بقى ما قوله شايع يا ريني بتوترني أنا لشخصي لا 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 ده بيتدلع ده عادي إنتو بس المقفورين يعني إيه تاخديه دكتور نفسي يعني إيه تقولله عيادة ودكتور طبيبنا دايما عندك هس هس إنه لا دكتور نفسي إيه إنتو هتعقديه إنتو هتحسسين إنه هو على فكرة يا ماما وأي حد بيتبع النظرية دي أنا عيني لما بتتعبني بروح لدكتور عيون إيه دي أي مشكلة قلبي بعد الشرع لأي حد ده دكتور زي إيه دكتور وبالعكس ده رقم واحد في أي مشكلة عضوية هتقابلك فاهميني يعني لو أي لو المشكلة زادت نفسية قوي هتلاقي نفسيتهم ما بقتش تستحمل وتبين اعتراض كبير ويطلع مثلا بعد الشرع صدع مغس دي حاجات بسيطة بعد الشرع أمراض مناعية كبيرة وخصوصا إنه إحنا في الأيام دي بنشوف أطفال صغيرة من كمية الضغوط اللي بتتعرض ليها والنفسية اللي بتتأذي بيحصل إطراف منعتهم إزاي طفل صغير يكون عنده أمراض مناعية لأنه الشخصية حساسة لأنه محدش حس بي مر بأزمة أكبر منه وللأسف بقى مع الشخصية اللي كمان مش بتعبر عن مشاعرها وكاتومة دول أكتر ناس حبايب بي بيتضغطوا جامد فعايزة أغير من هنا من الميسات إنه الدكتور النفسي ده مش رفاهية ده زي ما ابنك بيتعب بيرجع بيسخن بباديه بجري بسرعة لا أنا عايزة أقولك ده أنا قوس خطر لو أنت شفتي الولد كئيب حزين بنجيب حاجات حلوة مش مبسوط بيها بنخرج خروجات مش مفيش حماس مفيش شغف بدأ ينعزل زي ما أنت قلت بدأ ياخد الانتواء مش عايزة أتعامل مع الناس أحلامه كوبيس ده معناه إنه في خطر يعني لازم أروح على طول ده رقم واحد دكتور نفسي هي الفكرة يا سوزة ميري في الثقافة المصرية بشكل عام إحنا عندنا هنا في مصر الدكتور نفسي يعني ابني خلاص كده السكة بعيدة قوي الإطرابات النفسية حاجة والإطرابات العقلية دي حاجة تانية خالص يعني النفسية مشاكل كتيرة بتقابلنا في الحياة فينفع تعملنا شوية اطرابات وانس إن أنا بدأت أتكلم وفهم نفسي كويس وأعرف إنه الآخر ده ممكن يكون هو لعنده المشكلة مش أنا وتكلم وأفطفض وأعبر عن الجوية أنت عارفة إزاي عارفة لما أفضل أنفخ في بلونة كبيرة قوي قوي وعمالة ديها هوا هتفرقى مني لأنها مش هتتحمل هي ليها ساعة فالفكرة إنه أنا أعبر الدكتور النفسي مرات يقول سجلي اتكلمي اكتبي يديني وسائل أطلع الضغوط دي لبرة فلما تطلع لبرة الدنيا بتهدى والطريقة النفسية بتبقى يعني الضغط خف خالص من عليه وبدأ يتحك يرجع تاني يصغ في نفسه يبدأ يتعامل مع الناس اللي هو كان حاطت عليها بلوكات مش قادر فبالعكس أنا شايفة إن الدكتور النفسي يريد يعني وزارة الصحة مفردة المستشفيات الحكومية على فكرة فيها دا كترة عظام جدا مستشفى العباسية مستشفى الديمرداش المستشفيات دي حيلة بجد التذاكر عايز أقولك الدكتور النفسي في أي عيادة طبعا دا رقم كبير خمسمائة وتمنينات وألاف لكن هنا التذكرة بخمسة جنيه وأرقام بجد جميلة مش هتخسري حاجة يا ماما لما تروحي الدكتور وتعرفي قابليها تقعدي مع الطفل إنه زي ما وشي مشاكل عندي بتحصل شعري بيقع فبروحي الدكتور جلدية زي ما عندي مشكلة في نظري فبروحي الدكتور عيون أنا كمان نفسيتي لما بتتضغط وخصون لو أنت مش عارف تعبرلي وإحنا الاتنين مش عارفين نفهم بعد تعالي بقى لحد تاني يقدر يدينا أساليب يدينا طرق نعرف نواجه بيها الضغوط اللي بتواجهنا طيب الأم مشاركة الأب كمان لو الأم اقتنعت إنه ابني عنده مشكلة ومش بيأفور زي ما بنقول أو خلاص أنا شايفة إن ابني فيه مشكلة ولازم نروح لدكتور نفسي الأب بقى شايف وجهة نظر تانية خالص مختلفة إنتي إيه الأوفر ده إنتي بتقولي إيه ما تكبريش المواضيع الولد طبيعي جدا إنتي إزاي تقدر طبعا توصله اللي هي شايفة يعني الأم كمان ليا نظرة معينة طول الوقت الابن أو بنتها وطبعا متابعة كمان مع المدرسة إلا حصل بنحكي مع بعض البابا طول يعني أغلب الوقت يعني في الشغل طبعا بعيدة عن البيت إزاي تقدر توصل لصورة صورة ابنها اللي هي شايفاها فيها مشكلة نفسية للأب تمام هو غالبا الأباء زي ما حداك بتقولي بيكونوا شوية دنيتهم أكتر في الأعمال والفلوس لما هم بيحسوا نهما لا أنا بنك يعني البيت بالنسبالي تمام وأنا بصرف كويس الفكرة بقى إنه الولاد بيكون عندهم اتزان نفسي لو البابا فعلا سبورت لي بمعنى إيه لو الماما والبابا هم اللي اتنين ماتشنج أو مع بعض في فكرة التربية وفكرة الأساليب اللي فيها تقديب وفكرة إنه بيلحظوا مش بس لكل الحملة زي ما أنت بتقولي على الماما اللي متابعة عينا ومتابعة عينا لأ إحنا عايزين نغير برضو الفكرة دي بابا إنت رموانة الميزان في البيت إنت عمود ممكن يعني يحط ينقل الطفل لنقلة نفسية حلوة أو لنقلة نفسية صعبة فلما ماما بتشتكي هي مش بتتلكك هي فعلا خدت بالها إنه ابني في مشكلة متغيرة قاعد بقى معي مش هقولك أوكي ويفي قاعد شوف ابنك فعلا تغير ولا لأ فعلا مزاجه بقى في مشكلة ولا نفسيته جسمه بدأ يطلع علامات إنه على طول طعبان منعته كل شوية دور برد بيغبط فيه يطول معاه هي أكيد ماما لها عارفت دخلة بتاعة كل أب يعني أنا طبعا عارفة دخلتي إنه هتكلم إزاي مع جوزي لما أفهمه إنه لا الولاد على فكرة بيعاني مش هايزين يتأخر فإيه رأيك بقى نتكلم مثلا مع حد أو نتواصل مع حد سابورت في الحتة دي لإني فيه مراكز مشهورة كتير قوي يعني خلينا أول خطوة ستاب إنه نروح لدكتور مشهورة أو الكاونسلور لإنه دايما لو إحنا في سنة صغير لا ده دكتور النفسي بس أنا طبعا أنا ضد ده فخلينا لو إحنا بنقول إنه ده لا ده أوفر قوي ده رفاهية زيادة تعال نتكلم لإنه أنت عارفة إنه لو إحنا مثلا بدأنا بخطة الكاونسلور أو المرشد وقعد معي ومع بابا ومع الطفل هيقدر يفلتر إيه المشاكل اللي بتواجه الطفل هيقدر يقول آه لا الحتة دي بتاعتي لكن لأ طالما وانسل فيه كيميا بتاعت المخ اتغيرت وفيه الترابات حصلت لأ إحنا كده محتاجين علاج دوائي مش عندي فبالتالي نروح لدكتور نفسي يوجهنا يعني بالزبط طيب هروح لنقطة تانية أعتقد مهمة جدا وإحنا طبعا بنتكلم عن الدراسة فكرة التأثير النفسي في تحصيل المذاكرة اللي أنا يعني باخدها في المدرسة أنا بروح للمدرسة بتعرض لتنمر بتأثر نفسيا جدا أنا مش بركز في اللي بيتقال في المدرسة أنا قطالب أو قطفلي لسه في يعني احنا بنتكلم من أولى ابتدائي مش قادر أحصل أو أفكر أو أركز في المدرس بيقول إيه قدامي أعمل إيه يعني أتصرف الزي طبيعي لو هو شخص بيتنمر عليه هيواجه صعبات تعليم جامدة جدا من تحصيل الأكاديمي هو مش هيركز طول الوقت محصول في فكرة إن أنا طفل مش محبوب خايف الكهرباء اللي بتحصل له من كتر التوتر في مخه وهو طول الوقت قاعد متراقب مين اللي هيديقني مين اللي هيقول علي فطبيعي التحصيل الأكاديمي هيتأثر جدا فالمفروض إنه دي برضو من دمان العلامات اللي بتبين إنه أنا كان ابني كويس وبيحصل وبيرجع فهم معارف لا ما بدأ مستويات رجع فأعتقد إن إحنا ده برضو نقوص من نقوص الخطر إنه ديني علامة إنه الولد هنا في مشكلة فبالتالي أنا لازم أروح لإختصاصي يعني أنا مش بحب إن أنا دايما يعني بقول حاجات أعباء لإن أنا عارفة الدنيا ما بقيتش أحسن حاجة في الأعباء المادية بس فيه في مراكز طبع الكنيس أناس أخصائيات صعوبات تعلم لما يبقى الولد فيه مشكلة في التحصيل أنت عارفة إنه بيحصل مشاكل إنه أنا ببقى متخيلة إن إبني طفل مزكي مش بيحصل بيكون عنده حاجة اسمها ديسلكسيا أو إنه طفل زكي جدا بس عنده صعوبات في التحصيل الأكاديمي حال بقى بسبب مشاكل نفسية ولا بسبب حاجات جينية لإنه الطفل عنده التراب في التحصيل الدروم في التحصيل الأكاديمي بيكون طفل طبيعي جدا بس ما بيعرفش يحصل لإنه عنده مشكلة في ذاكرة المدى القصير بينسى بسرعة فما بيعرفش يرجع فكر الحاجة فعشان كده برضه دي من دون الحاجات اللي إحنا لازم نوجه ما فيش حاجة اسمها طفل غبي طول ما درجات الزكاء بتاعتنا أو الأيكيو بتاعتنا عادي ومتواصل اجتماعي إنه ما فيش أي مشاكل اللي عنده تذكر يبقى ده معناه إننا لازم برضه أتابع فكرة أنا عندي لي مشكلة في التحصيل الأكاديمي هل هي عوامل نفسية ولا عوامل دينية أو إنه هو فيه تراب في ذاكرة المدى القصير طيب هروح بقى لفكرة إزاي أحمي ابني من التنمر وحط بقى جنبها كده كم يعني مقولة بنسمعها من الأمهات توجيها لولادها لو ضربك اضربه لو تريع عليك التريع عليه يعني بنلاقي كده ثقافة موجودة دلوقتي اللي يعمل لك حاجة اعمل له زيها أو ردها في ساعتها صح ولو ساعات بالله أمهات لا ما ينفعش نرد الدربة ما ينفعش نرد الإهانة فبيطلع حسو أو بيصحابه بيتخيله إنه هو شخص جبان جبان عم عنده ثقة في نفسه بيخاف مننا فإزاي نقدر نعالج ده بوسي الحتة بتاعت من ضربك ضربه دي أنا ضدها تماما وبتقابل برضو بانتقاضات لا أنا محدش بياخد حق ابني في المدرسة فأنا علمه يحمي نفسه لا حماية النفس مش كده أولا لو في حد جاه لابني وبصله بصة وحشة أنا ابني لازم يكون عنده ثقة في نفسه لو قال لي كلمة وحشة ده في البداية خالص أنا مش شايف نفسي كده أنا بحب نفسي قوي أنا واثق في نفسي أنا شعور كيرلي آه جميد ده أنا بحب الكيرلي جدا أنا قلبوزة شويش بحب الأكل وقابل نفسي ربنا ما بيخلقش حاجة وحشة عارفة لو علمت ابني الفكرة أنه يبدأ يدفع عن نفسه يكون شخصي قوير وأنا كمان بتديه له فكرة أنه أنا بحبك وقابلك في كل حاجة دي حاجة كويسة دي خطوة حلوة الخطوة الثانية أنه لو في حد أزيني أنا لازم أروحش تكي مشرفة للمدرسة واتكلم تمام؟ ما عملتش حاجة الخطوة الثانية ماما هتروح الولد اللي اسمه كذا كذا عمل كذا كذا وقال لك وحضرتك ما جبت لهش حقه وأنا النهاردة جاي عشان أخد حقه ولو حضرتك ما جبت لهش حقه هساعد الموقف فإبني حس أن أنا في ظهره وأنه محدش أبدا يقدر يعمل له حاجة الخطوة اللي بعدها أنه أعلم ابني إزاي يحمي نفسه الألعاب الدفاعية اللي احنا عارفينها فكرة أنه أعلم ابني ده على اليوتيوب دلوقتي ممكن أتعلم كونغوفو كاراتي الألعاب اللي هي فيها سلب ديفانس عالي المفروض أبقى ده بيزك أنه ولادنا دلوقتي لازم يعني عارفة كمية المشاكل اللي بتتعرض لها البنات في الشارع أو الأطفال فأنا لازم أعلمه حماية نفسه يقدر يدافع ويدافع ويصد الردة وفي يعني عندنا في محاضرات كده بنقول لهم أماكن معينة بنمسكها التاني ما بيقدرش يقرب حاجات معينة بنعملها عند المناخير مثلا كده بسرعة عشان خاطر ما يضربنيش في شوية أنا لو عملت سرش على اليوتيوب لولادي بطلهم بصوا المراكز دي ما ينفعش أبدا لو حد جاء إزاي تمسك إيده وتقومها قوي لو جاء نحية مثلا عند مناخيرك تعمله إيه علشان خاطر تصده في الرقبة لو جاء شايلك أنت بتعمل إيه عشان خاطر فأهم الفكرة فده لازم ده حلو قوي لازم أعلمه لولادي زي الإصحافات الأولية كده إنه واحد اتنين ثلاثة في خطوات الحماية عايز أقولك حجر إني علشان أنا نمستها أنت عارفة إنه مش الإنسان بس اللي بتأثر بالكلام السلبي عارفة التجربة بتاعة آيكيا جابوا شجرة شجرتين في نفس المكان في نفس الإضاءة وخلوا الولادي يروحوا عند شجرة معي شجرة الأولى كاتبين عليها الألفاظ السلبية وخلوا كل الولادي يروحوا للشجرة دي ولها شجرة وحشة شجرة تخينة شجرة ريحتك مش عارفة إيه وهم راحين جايين تمام وعند الشجرة التانية في الكورنر التاني نفس الإضاءة ونفس التغذية ونفس كل عيق الله إحنا حب ناكي إنت قد إيه شجرة لطيفة إنت قد إيه شجرة طيبة إنت قد إيه شجرة مسمرة بعد تقريبا شهرين ثلاثة لقوا إن الأوراق بقتاعة الشجر هنا اللي تقلها كلام سلبي بدأت تتبل والشجرة التانية بدأت يعني تندر كده وتخدر نفس التجربة عملوها على رز إحنا ممكن نعمل أنا بعلمها لولادنا بيعملوها في رز طبق إين رز طبق بنقوله كلام إيجابي جدا وطبق طول الوقت في نفس الأماكن عشان ما تقوليش أصل ده ما وصلت له الشمس ده ده فيه رتوبة في نفس المكان وهنا الحاجات السلبية أنا ولادي شافوا إنه الروس ضعف اللي تقلق بعد مرور شهر إخضر وريحته بقت وحشة الكلام السلبي مؤثر جدا حتى حتى في الكائنات اللي ممكن تكون يعني بسيطة أما التاني ريحته حلوة ونظيف وأبيض وجميل ما تأثرش فهم الفكرة أنت متخيلة كلمة سلبية بتقدر تعمليه عشان ما حدش يقولي لا لا ده زور ده كلام عادي لا ده كلام مؤتن واجع يوجع جدا وخطير جدا إذا كان بيأثر في النباتات مش هيأثر في الإنسان اللي عنده مشاعر وحاسيس صحيح إحنا للأسف تقريبا وقتنا انتهى بس أنا حابة أختم مع حضراتك يا أستاذة ميري بأنا كأم إزاي يعني أبدأ أعمل طفل ما يطلعش متنمر يعني إيه اللي ممكن أمشي عليه عشان ابني ده يطلع سوي ما يطلعش إن هو يتنمر على أي حد أحب وحبه غير مشروط بقبله في كل حالاته مش عشان هو شاطر أنا برفع عقل السماء وأغلط أروح أهزائك قدام الناس لأ أنا بحب ابني في كل حالاته زي ما الله علمنا وأنا خطية وأنا مليانة بالشرور الله حاببني هو الكاره الخطية ولكن بيحبني وقابلني في كل حالاته أعلمه الاحترام لما تديره قيمته وتأديره أنا كمان هو هيعرف حضرتك يا ماما أتكلم جدا بفكرة الاحترام أنا مش زي ما قلنا مش شرط إن أنا أحب كل ناس لكن أحترم الناس آخر حاجة تجربة كنت بعملها عمليا عشان خاطر قبول الآخر فكرة القبول يا ريني هي دي الأساس عشان أقدر أقبل كل الأشخاص أو الأنماط أنا لازم أعرف إنه لازم أقبل كنا بنجيب تفاح بأشكال مختلفة وألمان مختلفة أنت عارفة في تفاح أصفر وأخضر وأحمر كبير صغير متوسط بنجيبها ونخلي كل بنت تقطع التفاحة بطريقة معينة إحنا جارة العادة إن إحنا بنقطعها كده تمام لأنا كنت بخليها لهم يقطعوها كده بس كينها كده أوكي ليه لأنه لما بيتقطع كده بيبقى جوة التفاحة بزر بتاعها شكلها نجمة فكنت بقول لهم التفاحة دي طعمها إيه بيدقوا الله طعمها حلو جميلة مسكرة آه شكلها مختلف ديلونها أخضر دي شكلها متوسط لأ دي كبيرة لكن في الآخر جواها نجمة جواها حاجة حلو قوي إحنا كلنا أشكالنا مختلفة الطويل القصير التخين الرفيع الأصمر الأبيض الكرلي الليس لكن في الآخر إحنا نجمتنا لها قلبنا آه هلاقي ناس مختلفة وجمسيات مختلفة لكن كلهم في الآخر قلبهم منور وجميل مميز أنا بشكر حضرتك جدا نورتينا واستفدنا جدا جدا شكرا نورتينا بشكرتك جدا أستاذة ميري رامسيس الكاتبة والباحثة التربوية واشكرك شكرا جزيلا عن جودك شكرا بجد مشاهدينا فكرتنا انتهت هنروح لفاصل ونرجع مع رقن المطبخ وشتيف سالي عريان هتعمل لنا ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل وفقرتنا التانية رقن المطبخ ومعينا منورونا النهاردة في المطبخ الشيف سالي عريان شيف حلو وحادق مرحب بيك يا شيف سالي أهلا بيك يا ريني عملا إيه الحمد لله هنعمل إيه بقى النهاردة النهاردة هنعمل حاجات كتير قوي مبهرة وحلوة جدا وفي نفس الوقت سهلة أول حاجة هنعملها البرونز تمام؟ احنا عندنا صنفين النهاردة براونز ده الحلو ده الحلو وعندنا كفتة تركي كفتة تركي آه على الطريقة التركية تمام؟ أول حاجة هنبتدي بيها البرونز البرونز ده عايزة بس أتكلم الأول عن فكرته في أطفال كتير جدا ما بتشربش لبن وما بتحبش اللبن فإيه البديل للبن؟ التحينة التحينة فيها أضعاف نسبة الكالسيوم اللي موجودة في اللبن فمش لازم خالص لو ابن حضرتك مش بيحب اللبن نفضل نقوله اشرب لبن اشرب لبن احنا ممكن ندور على بداية صحية وتكون في نفس الوقت لذيذة يعني هنفضت التحينة؟ آه البرونز النهاردة هنعمله بالتحينة بس ما تستغربوش الفكرة يعني ممكن حد يسمع كده براونز بالتحينة إيه ده؟ أنا استغربت الفكرة يحنا عارفين ان التحينة ماينفعش مع الحلوي لأ البراونز ده فعلا هيل وطعمه كده مختلف وفي نفس الوقت اقتصادي لأنه مفهول شوكولاتة يعني اي حد بشوية مقادير بسيطة يقدر يقوم يعمله تعالوا عنشو في المقادير يلا نعارف المقادير اول حاجة عندي نص كباية من الزبدة الزبدة تكون صايحة وفي نفس الوقت مش سخنة تمام كده؟ صايحة ولكن مش سخنة اول حاجة يبقى قلنا نص كباية من الزبدة يعني درجة حرارة المطبخ درجة حرارة المطبخ اه بنسيحها وبنسيحها شوية تاني حاجة معي كباية من السكر تمام كده؟ تمام المفروض ان احنا بندرب دول مع بعض كويس جدا لحد ما القوام بتاعهم يبقى ناعم وبعد كده بنبتدي نضيف بطين بنبتدي نضيف كباية من الدقيق نص كباية من الكاكاو ومعلقة صغيرة من الطحينة وبعد كده بنحط رشا من الفانيليا تمام كده؟ مقدير سهلة جدا جدا ومعبولة في البيت تقريبا من كل حال ومنغير شوكولاتا اه فهو اقتصادي وسهل ومغزي هنضربهم جيع خرام معين بنستنية طبعا يعني هو الأفضل لو عايزين الاشرة بتاعة البرونيز اللي هي بيبقى فيه طبقة كده معينة من فوق طبقة بتلمع شوية فالأفضل نتيجة طبعا المفروض الدرب يبقى كتير اللي هو ممكن مثلا عشر دقايق ولكن احنا اه ولكن احنا عشان لو بالمضرب ده اه لو بالمضرب الكهربائي ممكن خمس دقايق تمام فالأفضل ان احنا يعني نضربهم شوية قويسين تقريبا لحد ما ندوب السكر كده يدوب ويبقى كريمي شوية تمام كده كده تمام هنضيف بقى دلوقتي البتين وندرب معلقة صغيرة من الفانيليا ده اساسي ده اساسي لا عايز اقولك ان هي مش اساسي لان الكاكاو الكاكاو هنا بيغطي على اي طعم واي زفورة واي ريحة فهي مش اساسية بتدي نكحة حلوة بتدي نكحة وريحة كويسة ولكن اللي مش عنده فانيليا في البيت ما يقفش عليها عشان احنا بنتلكل شايفين بقى الكاوم هنا يعني ابتدى يبقى كريمي كده بعد ما هطينا البيت كده تمام جدا نحط بقى معلقة من الطحينة وهنسيب الباقي عشان نحطه على الوش دلوقتي هقولكو هنعمله ازاي حالا نقلب ننزل بكوباية الدقيق هننزل بيها كلها مرة واحدة مرة واحدة لا البراونز بما انه مش بيبقاهاش هو اصلا لازم يبقى مضغوط مضغوط اه ولا في بيكينج سودا ولا بيكينج بودور ولا اي حاجة فعادي جدا او سوريحنا بس نضربهم كلهم كده المأدير تقريبا كلها اشغر الكاوم مأدير كلها سهلة جدا وبسيط ننزل بالكاكاو قوم البراونز لازم يبقى تقيل وبيتفرد بصعوبة جدا يعني ده الصحي بتاعه انه هو يبقى تقيل ونفرده بالعافية كده يبقى هو ناجح فاحنا الخطوة دي بتاخد مننا بس شوية وقت كده عشان نقلبهم اه يعني بسي الويسك مش فايت في ده الصحي بتاعه انه هو ما يبقاش فيه سويل كتير اه تقيلة كده تقيلة جدا سهلة جدا جدا سهلة ومش فكرة ان هي سهلة بس هي مغزية مغزية جدا لان زي ما قلت التحينة دي يعني فيها نسبة فوائد على تركاية في الطحينة اه تركاية في الطحينة وهوريكو برضو يعني الشكل بيبقى عامل ازاي تمام كده شايفين القوام اه هو ده القوام اللي احنا عاوزين هو ده البرونيز لازم يبقى تقيل بالشكل ده بالزبط ثانية واحدة تقريبا احنا كده خلصنا يعني هي كده بس اه الوصفة كده خلصت ابعاد بقى الصينية المستخدمة هنا مقاس 20 في 20 تمام كده احنا دهننا حاجة اه ياما بندهنها زبدة ياما بنحط ورق بارشمنت اللي ما عندوش ورق خبز يدهنها زبدة بس كده بتجي ننزل بالقوام كده كله سريعة وسهلة وهندوق بقى يعني طبعا ده اهم حاجة ده اهم حاجة في الموضوع سريعة جدا بسرعة خلص انا كده نزلت الكمية بتدي نفرد فيها وهي لازم تبقى تقيلة بالشكل ده ده القوام اللي احنا عاوزينه مش عايزينها تبقى سيلة كده خلص لازم البرونيز يبقى القوام بتاعه تقيل بالشكل ده بالزبط تمام كده يعني المقدار ده بالزبط على قد الصينية الصينية مقاس 20 في 20 ممكن بقى يعني بالوايم كده يعني ممكن مثلا صينية طارت صغيرة المهم ان هي متبقاش يعني المقاس اكبر من كده لو اولادنا بقى ما بتحبش التحينه ما نقول لها مش غير ميزينها عايز اقول لك طعمها حلوة جدا يعني التحينه هنا مش صريحة قوي في طعمها دخل على الكاكاوف ومدية ميكس حلو كده بدهر المعلقة او بشوب ستيك او باي حاجة سنهر فيع بنبتدي نعمل فيها اشكال كده اه بنمزجها كده بالشكل ده اللي هو عشان يعني يدي شكل رخامي شوية تمام كده خلاص خلصت معانا دلوقتي هندخلها الفورن على درجة حرارة 180 الكيكات عموما ومش تقطها يعني بتحتاج درجة حرارة 180 مش اكتر من كده وطبعا الفورن يكون سخن من قبلها وهندخلها دلوقتي حالا بتاخد وقت قد ايه بقى كده يا شكسال بتاخد من تلت ساعة لخمسة وعشرين دقية يعني وما نعودش بقى نفتح ونقفل عليه خالص انتي بعد ما يعدي الوقت تلت ساعة بتبتدي تشوفيها يا اما استوت يا اما محتاجة شوية كمان طبعا نعرف من ايه انها استوت برضو شوكة او شوبستيك او اي حاجة طلعت نضيفة كده تمام احنا ماشيين صح طيب احنا كده خلصنا الحلو بتاعنا طبعا انا عاملة واحدة تاني وبردو اللي هتطلع دي هنشوفها مع بعض ده بيكون شكلها تمام كده هتدي نقدمها اه بتكون فعلا مضغوطة مضغوطة اه ما هي فكرة البراونز ان هو بيبقى مضغوط كده مش يعني مش زي الكيك ده شكلها هنستنى برضو اللي في الفرن هنستنيها هنشوف السخنة برضو يعني ايه كلها السخنة طيب هنبدأ بقى في الكفتة هنبدأ بقى في الكفتة حالا الكفتة بقى وليها تركات بقى كده مش بنعرف متعامل اوي في البيت احنا دايما يا ريني احنا يعني بتوجهنا مشكلات جيرة جدا اللحمة المفرومة نعمل بها ايه زهقنا من الكفتة زهقنا من البرجر زهقنا من ان احنا ندخلها في حاجات تقليدية فهنا بقى يعني حاجة مش تقليدية كفتة على الطريقات تركية متضاف لها كده شوية خضروات بيخلوا طعمها حلوة جدا هنشوف دلوقتي مع بعض بتتعامل ازاي وبتتقدم بكذا طريقة يعني هي ليها كذا طريقة تتقدم بها طب نقول المقادير بدعها الكفتة حيلا نص كيلو لحمة مفرومة عليهم فلفلية متوسطة ثانية واحدة اجيب معها فلفل احمر ناولي انا ممكن ناول اي حاجة لا كبيرة اوي دي او تمام حطينا هنا فلفلية حمره مفرومة وبصلايا برضو مفرومة كل ده فرم نعم ونص حزمة بقدونس مفرومة برضو تمام بداية البداية هنا للتماسك ولكن اللي مش حبيبها يستغنى عنها خالص يعني لو في نسبة دهون كويسة في اللحمة مش لازم خالص ان انتوا تستخدموا البيضة دي يعني مش اساسية وثلاث فصوص ثوم مفرومين ومعي بقى البهارات نص معلقة من الفلفل نص معلقة من البيكنج سودا ومعلقة من بهارات اللحمة التوم البودرة الملح ده كل الموضوع ده سهل جدا الدنجج تقريباً في البيت طب البصل يعني مش بيخليها تفك مننا لا خالص تبقى فيها مي اه كده البصل مش بيخليها تفك انا عايز اقولك ان يعني طول ما نسبة الثويل مستقرة يعني يعني البقدونس مش مكترين منه البصلها بصلها متوسطة الفلفل اهم حاجه ان احنا ما نكترش يعني طول ما انت مش بتكتري الدنيا مش هتفك منك في ناس الفكرة في الكفتة دايماً بتفك مننا ما هو في ناس بتجود في الحاجة تقولك لما ضيف حاجة اكتر فده هيدي طعم احلى بالعكس كل حاجة لها نسب ومقدير معينة هنمشي عليها مظبوط الدنيا تبقى تمام تمام يلا بينا نبتزي بقى نعجينها نسبة اللحمة هنا فيها دهون تقريباً 20% يعني يفضل انها تبقى فيها نسبة دهون ليه زي ايه بقى؟ دهون زي مثلاً في دهون خاصة بالكفتة اسمها بوش دي مش دهن بيسيح ده دهن بيتماسك يعني بيتماسك مع اللحمة اللية ونوع الدهن التاني بيسيح لكن البوش الخاص بالكفتة بيبقى نوع دهن معين دهن مش بيسيح فدي افضل حاجة طبعاً تبقى جوسي كده وليها طعم مختلف يعني نسبة الدهون مهمة جداً في الكفتة نحن نحن نحطها في الفرد لا نحن نحطها في الفرد امهات بتشتغل فبرجعت يعني بصي احنا جهزناها في وقت قياسي احنا بنعمل ايه بقى؟ نقورها كده وبنعملها على شكل ميني بيرجر يعني بنضغط كده عليها بصي متماسكة ازاي؟ متماسكة فعلاً متماسكة جداً التلاجة او الفريزر المصصية عشان تتماسكنا ايه بتفك مننا المفروض الصحة بتاعها ان هي تتحط شوية في التلاجة ولكن لو شفتوا المنظر ده يعني لو لقيتوا المنظر ده هي خلاص كده مش محتاجة تدخل للتلاجة ولا اي حاجة لو اللحمة سقعة تمام؟ طب احنا محطناش اي حاجة في التواصل او انا هحط حيلاً هنحط نقطة زيت مثلاً هنحط زيت ممكن زيت وزبدة يعني ممكن زيت وزبدة وممكن زيت زتون بس على حسب المتوفر في البيت اوه ماندينش النفسين خالص خالص علاقتين زيت اوه بالزبط كده ايه التواصل دلوقتي هتسخل الفكرة بقى في التركية التركية ان هي مش صوابة هي عاملة زي البرجر هي عاملة كده وليها كذا طريقة بتتشكل بيها يعني ممكن نشكلها كور ونقدمها مع زبادي ممكن زبادي ولوز هوريكو دلوقتي يعني بس استني ايه اعمل كده بلاش نحن المفاجأة بلاش نحن المفاجأة فعلا هنستنى لما التواصل طبعاً تسخن شوية او بالزبط تسخن شوية سهلة برضو طريقة مش كل الناس بتعرف تعمل الصباع بيفك منها وبيكش منها وعايزة اقولك حتى لو دي حتى لو تشكلت على صوابة هتبقى وردو كويس اي تشكيلة تيجي ببالك اعمليها يعني مثلاً هنعمل للولاد هنحط لهم النهاردة في فينو تمام نعملها صوابة هنحط في كايزر نعملها ميني بيرجر يعني اي حاجة متاحة اي حتنفع جداً كمان للمدارس ياخدوها معاهم للمدارس وللأمهات المشغولاً هي تفرز مثلاً كمية وتحطها في الفريزر ويتطلع على الاكل يعني اي عاملة كل حاجة باديها اللحمة يعني هلعب كاريو في نفس الوقت بنحتار نعمل اي باللحمة المفرومة فده هتبقى حاجة جديدة الخضروات مديها لون وطعم حلوين جداً خلوة قوي وسريعة جداً كمان خطناش وقت تقريب خالص كل المأدير عندنا اللحمة موجودة بصل فلفل احمر بقدونس بيضة يعني والتوابل كلها موجودة في البيت يعني والبيضة زي ما قولنا يعني ينفع نستغنى عنها عادي جداً هنعمل اشكال تانية ولا كلها كده ممكن لي لا نغير بس نعمل اشكال باقي كده تمام نعمل نعمل حركة باقي كده حاسة بالسخونة حاسة بالسخونة أنا قابس مش عادي تمام هنكمل شكل تشكيل العجينة نفسها نكمل باقي التشكيل الكمية حلوة جداً كمينة او عايز اقولك الخضور طبعاً بيزودها يعني فبتبقى بارده الى حد ما موفرة جداً لان الكمية زادت هنا يعني بصل وفلفل وتوم وبقدونس فزودت الكمية هنقدمها مع ايبة يعني لو احنا مثلاً في البيت وهنعمل غدا انت انا حاسة انت عاملان مفاجآت اه هنشوف حاسة ان انت عاملان مفاجآت تانية هنشوف بتتقدم يعني اشكالها اشكالها في التقديم عاملة ازاي تمام يعني اصلي لو هنعملها وجبة غدا فمش هتبقى يعني مش هتبقى لوحدها طبعاً تتقدم مع كذا حاجة هنبدأ ان حب تبقى في البيت لا بس هي اللي استمسخ ميتش برده احنا عندنا كده او هنعملها كده صوابة نعمل صوابة اوه يعني فيه كذا اوبشان با يا جمال اللي انتو حابين حتى الاصبع متماسك اهو زي ما انتو شايفين اوه انسان يبقى تشوف ممتوع البتكيس هم هم مش عايزين برده ننسى الحلوة بتاعنا خلق استمم انا كده عليته على الاخر تمام كده احنا بس ايه هنسيبها تسخن شوية عشان بس ما تنزلش مية لان لازم احنا هنغطيها وهي على ال لازم القصة تكون سخنة هنغطيها ولا هنسيبها كده لا لا مش هنغطيها هي تستوي على طول يعني بما انها رفيعة اوه هتستوي على طول مش تاخد وقت احنا هنكمل تشكيل الكفتة الفكرة كلها نية متنزلش مية يتنزل مية بتنزل مية لو النار هادية يعني لازم درجة الحرارة تبقى يعني اعلى من المتوسط شوية تمام طيب احنا ايه هنحطها دلوقتي ولا انا شام رحت الزيت على فكرة اوه بس يعني يسخن بس شوية انا عايز اوريكو بس شكلها بيبقى عامل ازاي اوه شفت بقى المفاجئات بصوا هي ممكن تتقدم مع روز بسمتي تمام ده اول شكل لها طب نخليها ماشي ممكن كمان تتقدم مع يعني كفتة كفتة مع توست او عيش محمص وبنعملها كور يعني هنا هي معمولة على شكل كور بنقدم معها كمان اللوز المحمص ده دول شكلين لها تمام هنعمل الشكل الثالث اللي هو العادي جدا اللي هو مثلا بيتقدم مع طحينة وبقى دونس طيب انا هستأذنك هنروح لفاصل تماما ونرجع يعني نكمل القلية في الزيت بقى يكون الدنيا زبطت منها تماما مشاهدينا هنروح لفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم خليكم معنا ورجعنا لكم مرة أخيرة مشاهدينا ولسه مع حضراتكم في فقرتنا الأخيرة ركن المطبخ ومن ورانا في المطبخ النهاردة الشيف سالي عريان شيف حلو حادق برحب بيك يا شيف سالي اهلا بيك كنا بنعمل طريقة عمل الكفتة بطريقة جديدة النهاردة على طريقة تركيا سخنها ننزل بقى المهم ان الزيت تسمعها الصدة تمام كده احنا ضمنين ان ما فيش اي مية هتنزل او اي سويل احنا حطينا فيها زيت ممكن نحط زي ما قلتي معلقتين زيت او زبدة المتوفر اي مادة دهنية متوفرة في البيت تمام كده احنا ممكن معايا نحط حتة فحم كده تبدي الريحة دي ولا احنا هو يقول ان هي مش اصحة حاجة او يعني الفحم يعني مؤخرا بيقولوا عنه ان هو مش صحي على الاكل فطبعا الحابة بيامل كده اوكي يعني هتبقى طبعا يعني بتدي طبعا طعم مش هنغطي احنا قلنا هتبقى هي خلاص هي كده بتتشوح تمام كده زي ما قلنا المهم ان درجة الحرارة تكون اهلة من المتوسط عشان ما تنزلش اي سوايل او اي حاجة عشان ما نحسش ان احنا بناكل كفتة مسلوقة مش متشوحة اللي عايزها بقى بدون اي مادة دهنية خالص بيحطها طبعا في الفرن يدخلها على مفرش سيليكون يدهن الطاصة او الصنية اي حاجة اي مادة دهنية ويدخلها مفيش اي محدة حبيبها اخف من كده بسلط الناس اللي بتعمل طبعا دايت اللي بتاكل اكل صحي كده يعني احنا كمان هنا عملنا شكل تاني الصوابه دي اتوقيت معين ولا احنا كده بالمفهومية يعني هنقلب ونشوفها اخدت لون بنبتجي نقلبها على طول ولكن احنا لسه حطنها حيلا فهنستنى عليها دقيقه دقيقه او نصر عندنا ثقافة اي حاجة نحطها نقلب على طول فهتقوم تفرولها وبيضة مننا هتتفرول وهتنزل ميا لان لازم تاخد دربة حرارة الالتصف او الجرال بس عايزين ننسى برضو الحلو اللي معانا في الفرن قرب هنبص عليه دلوقتي بس نخلص دي احنا عقلنا بياخد تقريبا وقتا من تالت ساعة بياخد تالت ساعة او 25 دقيقة من 20 إلى 25 دقيقة احنا بعد 20 دقيقة بالضبط بنبص عليه هو قدامه تقريبا يعني دايتين تلاتة ونبص عليه الكمية اللي عملنا بيها الكفتة حلوة جدا كل دا من نص كيلو لحمة يعني حلوة قوي زودنا طبعا بال كده ثانين بصي خلاص اخبه تقليب بقى متماسكة ايه متماسكة محط نهاش لا في الفريزر ولا اي حاجة احنا بنقلب كمان معانا ايه متماسكة مش بقى بنبهنر الدنيا بيها يعني احنا خلاص كده تمام خلاص كده تقريبا هنستنى النحة التانية تخل نفس اللوس الزبط كده ولي بتجي نقدمك ولا ايه وقت ولا مجهود يعني عايز اقولك ان احنا كمان ممكن في الكبه الحاجات اللي بتتفرم اللي هو الفلفل البقدونس البصل التوم مع بعضه كله كده في قلبه بعضه اه ما عملناش اي حاجة كلهم مع بعض او نفس التوابل بالتوابل باللحمة بكل حاجة في ثانية نضرب الكلام ده كله مع العجينة مع اللحمة من غير حتى ما نقطع لأدينا ولا نتعب ولا الكلام ده كله ولولدنا يا جماعة بلاش الحاجات الجاهزة اللي بنجيبها براه لو هنعمل لهم حاجات هم حابين حاجات زي بيرجر وكده عايز اقولك المصنعات كارثة كارثة بكل المقايس يعني ممكن نسيب اولادنا من غير فطار احسن ما تجيله مصنعات احنا عملنا كده يا سالي انت لست بتصبع ايها وحطناها في الفريزر طبعا في اي وقت احنا عمدينه هناخد نتيجة هيلة وفي نفس الوقت يعني نبقللنا المجهود على نفسنا اه بالزبط هنطلع نقلي على طول كأننا جايبين من بره هي الصح بتاعها انها بتتساب ولكن هنا عشان زي ما انتو شايفين متماسكة جدا فعادي احنا عملناها على طول بس الصح ان احنا نسيبها شوية في الفريزر في الثلاجة بناخد نتيجة طبعا افضل كمان من دي فتلها تخفى وريحتها جماعة حلوة جدا يا ريت الريح هتوصل التدبيلة خطيرة نبتدي بقى نتأكد هي قربت خلاص والحجم ده صغير ده لذيذ جدا او ايه عايز اقولك كمان بيتحط في البيرجر الصغير تبقى مي بيرجر خطير حلوة جدا للمدرسة لكل ولادنا بقى اللي بيحبوا الحاجات دي في البيت ايه احنا عارفين عاملينها ازاي مكوناتها ايه الاهم ان احنا بنامي للحياة تبقى حاجات سهلة متستهلكش طاقتنا ووقتنا خصوصا في المدارسة احنا بنكسل جدا ولادنا زي قوم الحاجات اللي هي الجبن الخفتة دي مخصوصة للناس المكسلة خفتة المكسلين دي بتتقدم بقى بالطريقة العادية خالص مع طحينة مع سلطة قدرة اه سهلة جدا احنا برضو عايزين تفاصيل الطبقين اللي انت حاطة فيهم دول الكفتة عشان شكلهم يجني انا هبتدي حط الصوابع هنا على الجن عملناها بكل الاشكال ميني بيرجر كده للولادنا طبعا اللي بيحبوا الحاجات زي جدا دي بقى للناس اللي مش بتحب تغمس يعني ده مثلا طوست متحمص في الفرن او برضو مقلي زي ما تحبوا محمصه في الفرن او مقلي وده برضو اللي هزو متحمص ده مقلي ولا متحمص ده لا ده مقلي ممكن الناس اللي عاملة نظام صحي تدخروا الفرن وطبعا بيبقى فيه طوست مخصوص اصلا للناس الرياضيين او اللي بيأكلوا اكل صحي تمام؟ جبنا الطوست وحمرناه في الطوست حمرناه وحمرنا اللوز قشرنا اللوز وحمرناه طيب اللوز بيتقشر ازاي؟ بنجيب اللوز الناي يعني زي ما هو كده وبعد كده بننزله في مية سخنة ثلاث دقايق بالزبط واول ما اللوز القشرى بتاعته تفك هيخرج معنا بكل سهولة نبتدي بقى نحمصه بمعلقة ثمنة مثلا او معلقة ديت وبعد كده بنحط طبقة زبادي طبقة اللي تحت ديت طبقة زبادي بنرس عليها الكفتة اللي عملناها وبعد كده نحط اللوز ونزوق بعض ما احنا عادي احنا مرس كده الاطباقة اللي جناج دي كده هاي شكلها تحتوي بكزا طريقة سريعة جدا جدا خدتش وقت طبقا اللي هو بقى الرز دا يعني برضو نعرف الرز تركات و ايه معاتي حيلا رز بسمتي في فكرة مغلوطة عنه جدا ان هو بياخد مقدار المية ضعفين ودي معلومة غلط مش فحيحة خالص يعني الرز بسمتي بياخد يعني بيتغطيه بس يعني فوق الرز المية باثنين سانتر بس كده الرز دا انا عملات زيت غسلها دي جدا مشوحات معلقة ثمنة ومعلقة زيت وبعد كده حطيت كاري ومقعب مرأة خضروات وملح وفلفل وببتدي طبعا اول ما المية تغلي بغطي المية المية معديها باثنين سانتر بس مش اكتر من كده اكتر من كده هيعجن وبيطلع مظبوط جدا واول ما بياغلي بنتكدي نهدي المية وبنتيبوه يستوي بعد تقريبا يعني ربع ساعة كده بنفتح الحالة بنلاقيها خلاص تمام استوي سهل برضو جدا سهل جدا هي بقت ركابة تقديمة عايز اقولك بقى في السوس ده بنحط اي نوع خضار عايزين فلفل كوسة بتنجان يعني فلفل ده والفلفل احمر انت حطاه في في نفس السوس اللي عملت به الكفتة بياخد بقى من نكهة الكفتة وبيبقى حلوة جدا حلوة قوي القليل يا جماعة مخدتش وقت خالص خالص او احنا على الهوى وخلصنا تقريبا الكمية كلها اللي معاينها وطلعها مستوية وشكلها حلوة جدا اللي فوق بقى اللي جنب الفلفل ده ايه ده روزماري ده للتزيين بس اه للتزيين بس هو اه ملوش يعني ملوش حاجة تانية كده طبعا بيتحط في بعض الاكلات ولكن هنا احنا مزاينين دي بس يعني حس باقي الكمية لا الكمية حلوة قوي يعني تقدر تكاكل معينها يعني تأكل عيلة مكوّنة من خمس افرود مثلاً بالصبت يعني اسرة متكلعة هنتغدى النهاردة مش بس بفكرة بقى اللحمة المفرومة دي يعني مش اكل اصلاً عشان كده من فطر دايماً كده واحنا منبتدي يعني قلتلك ان الاكلة دي تصنف انها اكتصادية اه حقيقاً انت حطة ايه بقى هنا كده في الطبق ده دي تحينة الطبق ده في تحينة اه التحينة طبعا معكفتها اساسي يعني دي الطريقة العادية جداً اللي هو بيتاكل مع سفينة وعيش للناس اللي مش عايزة تعمل هون ولا عايزة تتعب طبعاً ده ورده طبق المكسلين اللي مش بيعملوا اي صنف تانية بس يعني سهل جداً اهو ومشبع جداً ومفيد جداً بالزبط فيه نكهة جديدة عن الاكل اللي احنا بنكل بالزبط بعيش بقى هنجبع يعني لو احنا بحبين طبق المكسلين بزيادة لو عايزة بقى مكسلين بس اللي هو ايه الرز برضو يعني حاجة سريعة جداً هنا برضو ده قرر احنا ممكن نبص على البرامة ماشي نبص على الحلو بتاعنا بقى احنا ايه نشوفنا شكلها بعد ما طلع الجاهزة وزي ما قلت بقى منتأكد ان هي استوت اه هنجبع نعرف التركية برضو منك هنجب بس حاجة ممكن يعني ممكن سكينا مثلاً اي حاجة سنها رفاية زي كده ونشوف احنا تقريباً عندنا يعني تالت ساعة فهي ممكن تكون خلاص تمام جداً انا كنت بتكلم فيه بسي اه كده تمام جداً كده استوت انا عايزة بس انقلها هناك منقلها هنا جنب التامية هي هي يا جماعة ريحتها بقى طحفة دي طلع لها ريحة عشان الفرن عشان لسه معقول لها ريحة لسه جديدة طحفة هتلاقي كده منظرها من برا كده رخامي وشكل جديد يعني شكل جديد وزي ما قلت لكم الناس او الاطفال اللي مش بتحب اللبن ده هيبقى البديل الطحينة الطحينة فيها الكالسيوم رهيض اضعاف اللبن وزي ما قلت اللمس بيحب هي مش هدبان قوي في الكاكاو مغبط عليها حمعها حلو جداً انت عمعها مش طحينة اللي احنا متعودين عليها حد قلقة دي عاملة ميكس حلو قوي ما بين الكاكاو والبيض يعني حلو قوي ايه شكلها كمان طحفة ميكس يا جماعة أفرع من كده كمان السابع كمان ثلاثة منشكلها بأي طريقة واي شكل والأفضل نتيجة بسطها شوية في الفريزر او في التلاجة لو حسينا ان هي بتفك مننا يعني احنا بنعمل لها لشكل بتاعها سواء صباع او بيرجر كده صغير ولكن لو مشينا على المقادير دي بالضبط اللي هي قلت قلت جملة مهمة جداً احنا بنحب نجود بنزود فبنجود فالحاجة بتبوز من لما نزود فلفل نفتكري ان كده أحتم كده عملت حاجة جديدة بالعبسة هي الحاجة بتعمها الأصلي بتبقى أحلب كتير يعني منمشي على المقادير بالضبط الحاجة تطلع مش بايضة مش مفرويلة من انت كده أسندوتشات يا جماعة بنكلها بالعيش عيش سخنة بقى وتحينة و يعني ابداعوا بقى براحة مش بيعة جداً يعني وجبة متكملة وسريعة تقريباً كده خلاص خلصنا خلاص مش أفرع من كده والحلوة بتاعنا سريعة جداً كمان جداً جداً وينفع كل دي حاجات تنفع للانش بوكس اه دي حقيقة كان معنا يوم لتنين فقرة متكاملة على اللانش بوكس نزود عليها دي كمان يا جماعة بالضغط سنية واحدة قل بقى المتجاج طيب خلاص احنا تقريباً كده خلصنا يا جماعة كل الكفتة بأشكالها خليني بس نرسلهم كده بشكل تاني عشان الكاميرا تجد لهم قال ليهم شكل متناسق جداً خلصنا كده يا جماعة يعني شايفين الكفتة بكل أشكالها طبق بالرز وطبق بالزبادي والتوست اللي احنا عايزين نبدع يعني وطبقتين العاد اللي احنا بنكله هي للناس يريني اللي مش بتحب تغنز عايزة تاكل كده هي ناس بتحب تاكل بالمعلقة كده وبرضو دول مكسلين يعني فديها تبقى حلوة جداً طب نقولهم تاني كده يسالي سريعاً يعني احنا عملنا انه احنا عملنا النهاردة الكفتة التركي بكذا شكل لها الطريقة البيزيك العادية جداً اللي هي بتتشوح وتتحط على بقدونس وتتاكل بالطحينة تمام كده؟ الطريقة التانية اللي هي زبادي طبقة زبادي عليها كور الكفتة بنشكلها على حسب ما احنا عايزين وبنحمص توست وبنحمص لوز تمام؟ ودي بتتاكل بالمعلقة لو مش حبيل لوز ما نحطش خالص خالص لو حد بيعمل دايت ومش عايز لوز والتوست ما يكونش متحمر نحطه في الفرد بذلك احنا عشان كده عمين التلات طرق يعني كده وكده وكده كل واحد هيلاقي يزوه في طريقة من دول صحيح طيب اخر طبق اخر طبق طبعاً دي بتتقدم بالروز البسمتي معايا خدار مشوي يبقى احنا عندنا كده متاح تلات افكار من نفس عجينة الكفتة كل دا تعمل من ايه؟ من نص كيلو لحمة مفرومة يعني بترمي كمية كويسة جداً تقريباً تكفي خمس افراد او حاجة طيب الحلو بتاعنا كان براونس بالطحينة فكرته مش تقليدية يعني فكرته حلوة للاطفال اللي مش بتحب اللبن بدل ما نفضل نخصب عليهم ونقولهم مشربوا لبن بالعافية احنا ممكن ندور على بدايل صحية وتكون افضل واحسن من اللبن المميز كمان في الوصفة دي ان هو ينفع يتحط في اللانش بوكس مش بيبعدل الدنيا متماسكة كده يعرف يكلوها متماسكة بالزبط تسلم ايدك بجد وصفات سريعة جداً ورحتها وشكلها طحفة وهندوق طبعاً بعض اللوات اكيد مشكورت جداً شيف سالي عليهم شيف حلوة الوحيد انوارتين شكراً شادينا فكرتنا انتهت وكمان حلقتنا انتهت نشوفكم يوم الاتنين من الساعة واحدة في برنامجكم شكراً لكم اشتركوا في القناة 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 شكراً